بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتك ومراجعة جديدة لفاند يور اف اكس طبعا أحد الأصدقاء مشكورا أرسل لي تعليق عبر القناة وقال لي والله أنا عاوز أستاذ علي أدخل هذه الشركة طيب أنا أقول لك ملاحظاتي عليها طبعا إحنا واخدين اي بي من هذه الشركة لكن هذا لا يمنع من المراجعة أول حاجة أنت هتدفع 297 باوند هذا المبلغ مبالغ فيه جدا ليه طبعا هي تمويل فوري يعني ما عندهمش بقى تشالنج والكلام ده ما عندهمش تمام فهو أغلب شركات التمويل الفوري بتلعب على الحتة دي طالما أنا هدخلك من أول يوم أنت هتربح وليك نصيب من هذه الأرباح يبقى تحمل تكلفة إضافية فهمي الحتة ديت يعني مش هدخلك بقى زي الحسابات العادية اللي هي إيه إيت تدفع لي 311 وتاخد حساب بـ 50 ألف مفيش عندنا الكلام ده ده أنت هتدفع 297 باوند وهتاخد حساب بـ 15 ألف فهم الحتة ديت؟ هتاخد حساب بـ 15 ألف دولار فقط لا غير وهو حساب موحد ودي أبرز عيوب هذه الشركة يعني إيه حساب موحد بـ 15 ألف لجميع المتجرين؟ علي يوسف بيعرف يشتغل على حساب مثلاً الـ 100 ألف لكن ما يعرفش يشتغل على حساب الـ 25 تمام؟ فأنت تيجي تعمل لي حساب بـ 15 ألف؟ طب ما أنت كده في متجرين كتير مش هتدخلك يعني إيه 15 ألف؟ ما هو 15 ألف كده؟ لما أهبط كده بالأسفل فألاقيك أعمل لي إيه؟ ماكس لوز 10% تمام؟ يبقى أنا كده إيه؟ الحدود بتاعتي هو مش عامل حدود يومية هي حدود كلية تمام؟ تراجع كلي كام 10% من الـ 15 ألف؟ يبقى 1500 دولار تمام؟ أنت مش عاوزني أخسر في الحساب 1500 دولار وكمان بتأيدني باللوت سايز تقولي 10 سنت لكل ألفين يعني حوالي 7 دولار ونصف 7 دولار ونصف هي مجموع المراكز اللي أنا أقدر أفتحها في هذه الشركة تمام؟ كان سؤال ورد في بخصوص هذه الشركة لو أنت فتحت 7 دولار ونصف وعايز تفتح صفقات تاني لا لازم تغلق الصفقات اللي هي 7 دولار ونصف وتفتح صفقات جديدة أو تغلق بعض الصفقات وتفتح صفقات جديدة بحيث لا يزيد المجموع عن 7 دولار ونصف يبقى أنت مقيدني من حاجتين مقيدني بال10 بالمئة اللي هي 1500 ومقيدني بحكاية اللوت سايز تمام؟ وبعد كده تقولي البروفيت شير 50 بالمئة يعني برضو يا جماعة إحنا بنحسبها كده بالمنطق أنت معك تراجع 1500 دولار هتعرف تعمل قد إيه في الشهر هتعرف تعمل قد إيه تراجع 1500 لن تزيد بأي حال من الأحوال عن الـ 2000 دولار مش هتعرف تعمل الـ 2000 دولار أنا بقول لك بقى تجارب المتجرين وخبرات طويلة مش هتعرف تعمل أنت مقيد بالـ 1500 فهتبقى صعبة قوي ولو دخلت بـ High Risk ممكن تخسر الحساب فاهمة؟ فأنت لو اشتغلت شغل عادي أتلاقي نفسك تربح 500 دولار 1000 دولار في الحدود ديه طب أنا هربح 500 دولار أنت هتعطيني 50 بالمئة من البروفيت اللي أنا هعمله يعني أنا هتطلع لي في الآخر 250 دولار ده اللي هو الشغل العادي ما هو حسب بـ 15000 هتعمل فيه إيه تفاهم؟ إحنا بنتكلم بصراحة وبصدق شديد مش بنتحك عالناس أنت داخل في حساب بـ 15000 منتظر منه إيه؟ هتعمل منه إيه؟ مش هتعمل اللي أنت بتحلم بيه مش تعرف تعمل 10,000 دولار اللي أنت بتعرف تعملها في إيه إيت ولا عشرين ألف دولار في تي اف تي ولا خمس تلاف أو عشر تلاف دولار في اف تي ام او كل الكلام الخزعبالي ده إنساء إنساء مع عزيز شرك قولاً واحداً مش هتعرف تمام؟ غير بقى طبعاً هو بيقول لك ما فيش مسئولية عليك ما فيش أي حاجة وإيه الميزة اللي عندهم فيه refund ودي غريبة جداً في حساب تمويل فوري مفترض اللي هم بقاش فيه refund لأ أقول لك في refund طب مشكوراً يا أخي تمام؟ ترجع بقى كده طبعاً هم بص بقى الحتة دي الحتة دي مهمة قوي هو بقول لك إيه؟ إنت هتحصل علي 50% يا أخي بس إنت لازم تعمل لي بروفة 10% شفت الكلمة ديت بروفة 10% عشان تسحب هنا بقى أنا بدأت أزعل بدأت أزعل فعلاً يعني إيه تلزمني ب10% عشان أسحب؟ أنا أي مصاري بعملها ربح من حق أسحبها؟ ما تلزمنيش لنا كل شهر عشان أسحب لازم أعمل 10% إفرد شهر إيه؟ ده أكيد عندي أكتر من شهر مش أعمل العشرة بالمئة وبالتالي هعود شهرين وممكن هعود ثلاث شهور أنا بعمل العشرة بالمئة معاك فهم الحتة ديت؟ يعني إنت بتلزمني إن أنا أعمل العشرة بالمئة أقلية بتعادل كام؟ في الحساب اللي إنت مدهولي 15000 1500 تمام؟ عشان لما أعمل 1500 إنت هتتقرم علي وتعطيني 750 دولار ده إيه ده؟ إيه إيه التعب ده؟ إيه الإرهاق ده؟ يعني إنت حكمني بلوت سايز وعمل لي كل الكلام ده كل الكلام ده عشان أخد منك 750 دولار فهم الموضوع؟ آه الموضوع بيكون مجدي مع الأصدقاء اللي هم تعبوا من التقييمات وفعلا التقييمات تتعب تتعب عصبياً يعني فعلا تتعب لكن لو نظرت للتقييمات لا أفضل أفضل بالتير يعني إنت بص إحسب بقى 297 باون ديت يدخلوك بقدي إيه بقى في يعني ممكن تشتري حسابي يعني إنت اقتربت كده 300 هنقول آه اقتربت من الحساب آه هو في الحدود مثلا الحساب الخمسين ألف هنقول اللي هو في حدود الحساب الخمسين ألف اللي هو إيه إيت أو آه الخمسين ألف اللي هو آه آآ فتي إيم أو طب ما أنا الأفضل أو تي إفتي للخمسين ألف تمام؟ ويفيد أموال ييفيد مصاري تمام؟ طب ما أنا الأفضل لنأدخل الثلاث شركات دولار في حساب الخمسين ألف هيكون الأمر مجدي طبعا هيكون الأمر مجدي جدا يعني أنا إيه إيت لما أدخلها حساب الخمسين ألف دا زي الفل تمام؟ حتى لو أدخلها أفشل مرة واشتغل مرة أخرى اتراجوا معايا ألفين وخمسمية هاعرف أشتغل هاعرف أطلع مصاري تمام؟ إنت المهم تبحث الشركة هتعرف تطلع منها مصاري ولا لا ثم السكيلينج عندهم حاجة عجيبة جدا أنا ما شفتش سكيلينج كده أبدا يعني هو طبعا معاها النمو حتى واحد مليون تمام؟ آآ عندك بقى السكيلينج كان كاتبها هنا آآ كان كاتب آهو يقولك خمسين بالمئة كل ما تعمل عشرة بالمئة يزودك خمسين بالمئة يا جماعة احنا اعتدنا في الشركات ده فيه شركات أول ما تدخل تعمل عشرة بالمئة يروح مديلك متين بالمئة ربعمائة بالمئة فاهم؟ آآ يعني آآ عزر تلتمية بالمئة فيه شركات بتعطيك ثلاث أضعاف أربع أضعاف وهكذا بيشجعك وأغلب الشركات بتعطيك مئة بالمئة حسابك كان كام؟ كان مثلا مئة ألف طيب عملت عشرة بالمئة ايه؟ روح عاملك انت اصبحت امتين ألف لكن حكاية ان انا اعمل عشرة بالمئة فساعاتك تنقلني من الخمسطاشر ألف يصبحوا اتنين وعشر ألف وخمسمية طيب انا هوصل للمليون امتى؟ فاهم؟ يبقى انت اللي سكيلنج معاك بقى محتاج وقت طويل جدا لكن من وجهة نظر أخرى آآ شركة محترمة هقدر اشتغل فيها وطلع مصاري بس هطلع مصاري بطلوع الروح قولا وحيدا يعني انا برضو ايه؟ علشان ما حدش يقولي ايه؟ اصلي انت ما قلتش؟ لا انا بقولك الشركة كويسة؟ آآ لو انت زيقتي من التقييمات شركة كويسة اللي انت تدخل وتعمل مصاري لكن مش المصاري اللي هي هتنقل حياتك هتغير حياتك مش المصاري اللي هي هتعملك سراء زي اي ايت او اف تي ام او او تي اف تي يعني تي اف تي دي مثلا واحد سحب منها متين واثنين الف هل متوقع ان انت في شركة زي دي هتعرف تعمل الكلام ده؟ وكذلك اف تي ام او برضو ناس سحبت اكتر من متين الف ويقيت برضو صحبات اكتر من مية الف تمام؟ هل هتعرف تسحب المية الف من الشركة دي؟ بالطريقة اللي هم عاملينها ديت؟ بالقيود اللي هم عاملينها؟ ويقول لك ما فيش مشكلة تداول وقت الاخبار واحتفظ بالصفقات كل الحاجات بقى التانية ديت؟ خلاص ما فيش اي مشكلة لكن انا المهم عندي الجدوى الخاصة بالشركة هل الشركة مجدية؟ لا كمصاري غير مجدية كارباح غير مجدية تمام؟ لكن لو مصروف بسيط لك اللي انت تمشي امور حياتك وا وا خلاص ادخلها فاهم؟ يعني اللي انت تطلع منها ب1000 دولار كل شهر 500 دولار في هذه الحدود 500 دولار ل1000 دولار تمام؟ تبقى عامل حسابك في الحتة ديت لو انت راضي بهذا الكلام 500 دولار 1000 دولار 2000 دولار ما فيش اي مشكلة لو انت راضي ان انت لو ما عملتش في شهر 10% هتنتظر الشهر التالي علشان تكمل العشرة بالمئة انت ممكن تقعد شهرين ثلاثة انت عارف يعني ايه تقعد شهرين علشان تعمل عشرة بالمئة علشان هو في النهاية يقولك اصل البروفيت شير 50% يا جماعة هو لازم الشركة اللي هي التمويل الفور ديت لازم تكون مستغلة قوي كده بجد هو لازم الشركات اللي هي بتعمل تمويل فوري لازم تعذبنا بهذا الشكل يا سيدي ادخل التقييم او هخسر مليون مرة بس هدخل التقييم هدخل التقييم اللي هو هيعطني تمانين بالمئة وبعد كده هاخد تسعين بالمئة هدخل حساب واثنين وثلاثة وعشرة لكن مش هدخل معاك ضيع وقت انا قلت لك انا واخد منها اي بي مفيش اي مشكلة تمام لكن لازم تقول قول الحق قول الحق هو ده هتدخل هتضيع وقتك الا لو انت عاوز مصروف شهري او كل شهرين او كل تلاتة يجي لك وعندك برضو الاحتمالية لانك تخسر اموالك قليلة ليه التلاتين يوم بقى مش هيعدوا والكلام ده لا انت راجل خلاص دخلت على حساب حقيقي وشغال فهي دي برضو احد ميزات هذي الشركة ان ما عندكش تقييم وخلاص ويقولك خلاص التقييم انتهى والكلام ده لا فلو انت عاوز تبدأ في هذي الشركة بحيث اللي انت تعمل مصاري بسيطة اللي انا قلت لك 500 دولار 1000 دولار مفيش اي مشكلة عاوز بقى تدخل معانا التقييمات اللي هي FTMO و E8 و TFT وربنا يكرمك وتخسر الحسابات مفيش اي مشكلة الخيارين متاحين لك ان شاء الله لكن انا بقولك التقييمات افضل خدها مني نصيحة ادخل التقييمات وخليك في التلات شركات اللي هي FTMO و E8 و TFT تمام؟ شكرا جزيلا شكرا جزيلا